وتحدث القيادي في تحالف سيادة عيسى العيساوي عن إمكانية صعوده لمجلس النواب بوصفه لإحتياط الأول عن الدائرة الأولى في محافظة الأنبار التي كان فيها محمد الحلبوسي وحسب قانون المفوضية العليا للانتخابات فإن أي نائب تسقط أو تنتهي عضويته يحل المرشح لإحتياط بدلاً عنه وضمن الترجحات أيضاً توقعت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سروى محمد أن يصوت مجلس النواب على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نهاية الأسبوع الجاري ورجحت عقد أكثر من جلسة لتمرير التعديل الخاص بتمديد عمل المفوضية ستة أشهر إضافة إلى قوانين أخرى فيما يقول برامانيون أن النائب الأول لرئيس المجلس عبد المحسن المندلاوي سيرأس الجلسات لحين الاتفاق على مرشح جديد في ضوء التوافق السياسي في اتلاف إدارة طولة